اشتركوا في القناة نتمنى لك التوفيق أنت من الأسماء التي يراهن عليها البعض إن شاء الله المرحلة القادمة نتيجة لمتابعة مسيرتك السياسية والإعلامية نتمنى أن أسماء مثل حضرتك وأسماء كثيرة موجودة في مختلف الدوائر أن هم يحملون ثقة الشعب الكويتي في الوصول للبرلمان البعض يصف الانتخابات القادمة 23 بأنها مشهد استثنائي وانتخابات استثنائية هذه الاستثنائية من وين جات ليش وصفت بهذا الوصف يعني في البداية نحن دائما نلاحظ كل الانتخابات في تاريخ الكويت لها عناوين رئيسية في التسعينات التنمية في الألفينات إصلاح رحيل فلان في هذه الانتخابات غاب العنوان الكبير عن هذه الانتخابات وساد محلة الهدوء وهذا الهدوء أنا أعتقد أنه هدوء مصطنع ليس هدوء حقيقي رح ينتهي في تاريخ 6-6 ما رح يستمر بشكل كامل له مؤشرات مؤشراتها بدأت في المؤتمر الصحفي للمجلس الأخير المعاد بحكم المحكمة وبتصريحات بعض المرشحين في اليوم الأول لترشيح هذا أعطاننا مؤشر على أن الأمور وين رايحة بعد 6-6 عشان شديد أنا أقول لك هذا وفجأة عقوبها ساد الهدوء وبدأ الحديث في المقار الانتخابي على مشاكلنا التي تعودنا نذكرها المتعارف عليها المتعارف عليها الشوارع والتوظيف وإن كانت هذه مشاكل حقيقية لكن ما هي عنوان رئيسي للانتخابات القادمة الآن أعتقد أن المرشحين قاعد يستخدمونها لتخدير الناخب وللخروج بسلام بالانتخابات والوصول من بعدها ستبدأ محطة ثانية مغايرة لما نشاهدها اليوم في الحملات الانتخابية نعم هذا الهدوء الذي وصفته بأنه مصطنع يعني لماذا يلجأ للمرشحين وفي قضايا أساسية ومحورية يعني هل سيستمر ونضل مكانك راوح أو فعلا فيه جهد حقيقي أو هذه ظروف المرحلة حتمت هذا الهدوء المصطنع الهدوء هذا سبب اللي رح يصير بعد الانتخابات أعتقد معركة كبيرة كبيرة جدا أطرافها قطبين وصار لهم يعني هذا الكلام وايد نقول لنا واضح جدا منه استكمال المعركة اللي بدت من عشر سنوات وهدفها كبير يعني واحد يريد يقصث الآخر فعلشان نوصل بسلام أقطاب برلمانية تقصد أقطاب سياسية سياسية برلمانية فعلشان نوصل أنا تدري الأقطاب لها تأثير في الانتخابات صحيح فكل واحد يريد يتجنب أن يتأثر بشكل أو آخر ويريد يوصل في لستتين وكل واحد فيهم قاعد يعد لستة علشان يدخل مجلس الأمة القادم مدجج بأصدقاءه فالهدوء هذا لتغيب خنقول السبوت على المرشح أنه من أي طرف والهدف الوصول وبعد ذلك ستحسن زين أين مصلحة الكويت من هذا الاستقطاب من هذا الصراع من هذا التنافس بين الأطراف هذا اللي إحنا قاعد نقوله وأنا قاعد أقوله تحديدا للناخب الكويتي دققوا في المرشحين دققوا في أسماءهم دققوا باللي انقطع عن الساحة السياسية فترة ورجع دققوا في الأسماء وحاولوا أن نتجنبونا أدوات الصراع إحنا كمرشحين يعين يعين بأصوات الناخبين يعين محملين بيتركة ثقيلة في السنوات اللي طافت يعين نخدمكم نخدم البلد نمهد الساحة لإصلاحات سياسية إصلاحات ملفات خدمات المواطنين إحنا نحن إحنا نحن نطرف مع هذا أو ذاك إحنا نحن مو موظيفتنا أن نكون طرف لأحد هؤلاء الأطراف يعين لكم أنتم يعين نمثلكم أنتم إذا وصلتوا أكبر عدد من الناس المستقلين عن هذا الصراع أنتم المستفيدين الكويت كلها مستفيدة إذا وصلتوا أدوات الصراع بشكل أكبر المعركة ستنعكس على الشارع السياسي وتستمر ونعيد المشهد مرة أخرى بالتالي المطلوب يعني بعد إذا نتكلم عن هدوء مصطنع فبالتالي نحن ننتظر عاصفة وإذا نقول عاصفة معناه لازم فيه صمامات أمان تخلينا نعدي هذه العاصفة متى نعتقد بوجهة نظرك أستاذ علي أن هذه العاصفة ستنتهي وبالتالي يكمل هذا المركب مسيرته في البحار إلى بر الأمام في الكويت في المجلس القادم ما ستنتهي العاصفة نستطيع أن نخففها نخففها مثل ما قلنا قبل قليل نقلل من أدوات الصراع الحكومة لازم تساعدنا في تشكيل حقيقي تشكيل حكومة حقيقي يعكس إرادة الناس يعكس إرادته الحكومة في رغبتها في الإصلاح في رغبة الإصلاح والانطلاق نبي حكومة مستندة على أعضاء وزراء حقيقيين عندهم رؤى وتعطيهم الصلاحيات ويمشون وبرنامج عمل أيضا واقعي ونشوف الرغبة في عيونهم وفي قراراتهم وفي أداءهم وفي استجابتهم للمجلس علشان نجنبهم هذا الصراع على الأقل عندنا عذر أو سبب لأن نسندهم في فترة أولى على الأقل أما إذا شفنا الحكومة أساسا تشكيلها مو تشكيل جاد تشكيلها حال حال يعني التشكيلات اللي طافت بالتلفون بمن قبل يدخل الحكومة وبرنامج عمل مواقعي لكن يمكن مثالي على الورق ما رح نقدر إحنا حتى نسندهم ما رح نقدر لأننا نحن مو يعين حتى نسند الحكومة بس وظيفتنا إذا كانت الحكومة جادة ومعطياتها حقيقية نبينجنبهم هذا الصراع بس يعني هو أسناد الحكومة مو عيب وفقا للمادة 50 من باب التعاون أين مع الفصل نعم حتى يعني بس شروط بشروط ومعاير صحيح شنو الشروط ومعاير ليشفناهم جادين يعني ليشفناهم جادين في برنامج عملهم ليشفناهم جادين في خطواتهم الأولى للإصلاح زائد الخمسين نائب أو مجلس الأممين مثل الشعب إذا صار في مطلب لهذا المجلس يحظى بأغلبية الوسيلة الدستورية للتعامل مع هذا المطلب هو التصويت غيره ما فيه الانسحاب من الجلسات مو مذكور لا في الدستور ولا في اللايحة ولا في العرف البرلماني اعتراض الحكومات على أي قانون يطلع فيه ممثلي الأمة هو التصويت غيره ماكو فالانسحاب أو طول فترة التشكيل عن الأسبوعين أو عدم حضور الجلسة هذه مو من الوسائل الدستورية هذه تسلبكم حتى الشرعية السياسية أمام حتى الناس اللي مستعدين أنهم يمهدون لكم الطريج للعمل متى ما غابت هذه أنت شلتوا العذر عننا وإحنا يعني ما عندنا سبب أن نسند الحكومة إلا رغبتكم أنتو الحقيقية إذا شاهدناها في الأصلاح غيره ما لكم شيء عندنا ما عندنا ما علينا استحقاقات من الحكومة مثل مثل سابقين ما علينا استحقاقات إحنا خصوصا المرشحين اللي يدد إذا إن شاء الله الله وفقنا إن شاء الله رح نتعامل بموضوعية تامة وإحنا من الحين قاعد نقول لكم تشكيلة حكومية حقيقية برنامج عمل واقعي رغبة في الإصلاح وتجاوب مع رغبات ممثلي الشعب تشكيلة الحكومة أغلب الضيوف اللي مروا في هذه الليالي عندنا في الراي يعني يقول أن تشكيلة الحكومة لا ترقى إلى طموحات الناس وغيره شن المعايير اللي تعتقد لأن الحكومة مرة شكلت وخلال أقل من 24 ساعة غيرت يعني استجابة لضغط الناس ومرات نسمع عن المطالب حكومة تكنقراط وبالتالي تأتي أسماء تقليدية يعني شن المعايير اللي تعتقد واجب على الطرفين يعني من باب التعاون في المادة 50 أن تذكرونها وبالتالي الحكومة قد تأخذ فيها دكتور غالب في تاريخ الكويت الحكومات بدأت برجال دولة تحولت إلى حكومات تكنقراط في الفترة الأخيرة أصبحت حكومة موظفين لا يملكون لا القرار ولا الاستطاع في تنفيذ أي رغبة في الفترة القادمة نحتاج إلى مزيج ما بين وزراء سياسيين وتكنقراط مزيج وأعتقد من الأفضل للحكومة أنها تزيد في توزير النواب تتوسع في توزير النواب ومو أي نواب شلون النظام البرلماني الحقيقي في العالم كله يعتمد على حكومة برلمانية ونحن لا نريد أن نذهب بهالاتجاه بقفزة أيضا نتدرج نتدرج صح فنذهب بالتوسع في استقطاب بعض النواب الحقيقيين الذين يملكون شهادات ويملكون رؤى ويستطيعون تنفيذها نعطي بروفا أيضا للحكومات البرلمانية بهذه الطريقة أقصى ما وصلت للحكومة في مرحلة مراحل كانت خذت ثلاث نواب صارها وزراء في المرحلة السابقة صلوا مرة أكثر من ذلك أربعة أو ثلاثة أو أربعة صحيح البعض قيم بهذه التجربة بأنها تجربة يعني ما بيقول غير ناجحة ولكنها غير مريحة بحكم أن النواب هذي لهم مصالح انتخابية يعني بالنهاية إيه هذا واحد زائد ترى مو بس القيادات الوسطى في الوزارات والأجهزة الحكومية فقدت دورها في العمل حتى الوزراء فقدوا دورهم في العمل يعني المواطن قام يناشد رئيس الوزراء دايركت ومجلس الوزراء الآن قاعد يعني يقننها يعني بسهل قدم شكوى شكوى لمجلس الوزراء دايركت مو للوزير ورئيس الوزراء ممكن يستجيب بالرغم من يمكن قبل الله يعرف الوزير القصة الوزير شنو مهمتها يعني إذا أنت يلفه فوق حدر تطلب من رئيس الوزراء أن يحققها لك وين رئيس القسم وين المراقب وين المدير وين وكيل المساعد وين الوكيل وين الوزير التراتب أنت لغيت دورهم كلهم وتبي تفتك من الهدك بالاستجابة المفروض أن الوزارة عندها قطة وعندها أشياء يعني معتمدة على معتمدة على بعضها البعض ما أروح سيدة حق رئيس الوزراء ولا رئيس الوزراء يعني مطلع على كل تفاصيل تفاصيل كل وزارة ويستجيب للمواطن دايركت رئيس الوزراء يحط السياسة العامة والوزراء هم المطلوب منهم الإطار التنفيذي بالضبط وفق معايير وفق متطلبات الوزير أقدر على معرفة حاجات وزارته من رئيس الوزراء حكمنا أقرب للوزارة هذا المفروض هذا المفروض نحن نواصل حديثنا مع مرشح الدائرة الأولى علي حسن نصير بعد قليل ثم نعود إن شاء الله نستكمل أمة 23 حياكم الله من جديد في أمة 23 ومرشحنا الأخ الكريم علي حسن نصير مرشح الدائرة الأولى أبو حسن نجدد الترحيل فيك اليوم الإصلاح السياسي عنوان عريض كبير لكن الدخول بتفاصيل حقيقة هذا اللي تفرق بين نائب ومرشح للآخر التفاصيل إن شنو شكل الإصلاح السياسي اللي نبيه اليوم مهم يعني الأخذ بالاعتبار التراكمات اللي تمت على مدى 60 سنة ما يصير إصلاح سياسي بطريقة غير واقعية الواقع يتطلب أننا نتدرج مثل ما اتفقنا بالمرور الأول من حلقة هذه الليلة أنت رؤيتك الخاصة شون تقول في الإصلاح السياسي الكويتي المجلس القادم مجلس 2023 أعتقد يجب أن يكون مجلس تأسيسي ثاني تأسيسي ثاني ثاني نأسس فيه للمستقبل بما يخالف الماضي السلبي اللي مرأينا فيه نحن لازم نغير شكل المشهد السياسي هذا بأسرع وقت أساس الأصلاح السياسي أنا أعتقد في ثلاث خطوات رئيزية تعديل قانون المحكمة الدستورية علشان نسكر الباب على الأبطالات المتعددة اللي قاعد تصير اللي قاعد تفقد حتى النائب ثقتها في وجوده بمجلس الأمة و أثرت حتى على الجانب الرقابي فيه النواب قاموا النواب والحكومة قاموا يأجلون مشاريعهم إلى ما بعد المحكمة الدستورية علشان يعرفون يشتغلون وهذا مو شيزين قانون المحكمة الدستورية في المادة الأولى لا يتيح لها وفق وجهة نظري راح نتخلى شوية بس أنت قلت ثلاثة ثلاثة قانون المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي يجب أن نذهب إلى الجماعية في نظام قوائم مع الحفاظ على التجربة التراكمية اللي صارت لأن اليوم مجلس تأسيسي ثاني أنا بيك بعد تفصلي في شوية شتقصد فيه عشان واحد ما يقول والله علي نصير يقصد أن نلغي كل التجربة البرلمانية لا لا أنا أنا مو من هالمدرسة أنا من مدرسة التدرج في كل شيء لأننا نحن في الإصلاحات السياسية ما ينفع لنا خل نقول نطمر في خطوات كبيرة ممكن تي عايد علينا ترجع علينا بشكل سلبي نحن معزل عن العالم كل نظام ديمقراطي في العالم نظام برلماني كامل يقيم والحين بعد هذه الستين سنة ما هو الشكل البرلماني اللي تعتقد يعني لازم يوم الأيام نختار حكومتنا بالنهاية هذا نظام برلماني نحن نختار نواب نواب يشكلون أغلبية يمثلون الحكومة ونمشي فهذا النظام ما ينفع اليوم يعني نروح ل دايريكت لازم نروح على متطلبات الأولى اللي هي نظام القوائم باختلاف طبعا أنا ما أقول لك أننا الحاسمين اليوم في اتجاه القوائم النسبية لا نظام القوائم كعنوان عريض نبي ندرسه أكثر نبي ندرسه من الناحية الإحصائية عشان لا نغفل أي مكون من التمثيل نبي ندرسه من الناحية السياسية وبعدين نجربه والتجربة خير يعني عشان بعد التطبيق تطلع المشاكل والأخطاء والإيجابيات صحيح النظام الجماعي يعني يكفل لك التجربة تكون ناضجة العشرة تفكيرهم وخطواتهم أفضل من الشخص الواحد القائمة تعرض برنامج عملها كل قائمة تعرض برنامج عملها للناخبين وعلى أساسه يتم اختيارهم ما يروح مجلس الأمة يكتب لي قانون على السريع وهو واقف ويلخبط بس القائمة هذين يكونون من حزب واحد من فكر واحد عشان بس أفرق بهالشعر البسيطة اللي تربط مفهوم القوائم بالأحزاب لأن الأحزاب لم ينص عليها في القانون تحتاج مرحلة أخرى تحتاج إلى قوانين تشرع بقوانين بس لا النظام القوائم يعني عشان تكون واقعي ونكون واقعيين مع الناس إذا تركناها بهالطريقة راح تروح كل القائمة مكون قلت لك ندرسها أحصائيا عشان انفتت هذه الفكرة كأن تكون مثلا القائمة غير مكتملة يعني مو عشر عشر مقاعد وتسكر الدائرة ممكن يكون فيها عدد أقل تعطي مساحة للمستقلين مثلا كرسيا أو أكثر تشكل بطريقة وأخرى نماذج لقوائم مختلطة ما بين المكونات القوائم النسبية أيضا وجيهة وجديرة بالدراسة بس أنا قلت أتكلم على النظام العام المفهوم الرئيسي اللي هو نذهب إلى العمل الجماعي الحين المجلس الإطاف ما شفته وفي مجالس سابقا يروحون على التكتلات ليش يروحون على التكتلات من أجل هذه هذه الغاية العمل الجماعي حتى لا يشذ شخص ويربك لي جدول العمال وبالتالي يروبك لي الحالة السياسية كلها بالكويت بسبب اقتراح واحد ممكن يعني يسوي لي مشكلة نروح باتجاه جماعي في الانتخابات وفي التكتلات وبالتالي أنا أشكرك لهذا التوضيح عشان يزال الليبس عن البعض أن ترى القوائم النسبية مو أحزاب ده القوائم النسبية بروفا للعمل الجماعي اللي في المستقبل ممكن نروح للأحزاب يتحول إلى أحزاب أحزاب بضوابط و بتجربة ناضجة لأنه لا يوجد ديمقراطية في العالم بدأت ناضجة اليوم من ضمن مكونات الإصلاح أنت تفضلت قبل قليل وذكرتهم يعني كعناوين رحت إلى موضوع الإصلاح قانون المحكمة الدستورية فلو قانون المحكمة الدستورية الآن بشكل حالي تعتقد وين الإصلاح ممكن يذهب فيه؟ أنا أعتقد حكم المحكمة الدستورية الأخير تجاوز صلاحياتها في المادة الأولى ورح إلى النظر بأسباب الحل وهذا مو منصوص عليه فهذا الضابط أنا ويا بأن يكون مكتوبا منصوص عليه منصوص عليه عشان لا تتجاوزها لمحكمة الدستورية و تظل في إطارها اللي هو تفسير المواد الدستور و النظر في الطوعون الانتخابية و النظر في سلامة المراسيم والإجراءات سلامة فنية مو تقديرية مو نقدرون شيء بخلاف ما قد رسمو الأمير في مرسوم الحل هذا الضابط الأول الضابط الثاني و هذا موجود في دول العالم و ليس فقط في الكويت بأن يكون تشكيل المحكمة الدستورية غير مقتصرة على القانونيين فقط أصحاب القانون لأن دائما القانون لا يوجد مرونة لا يوجد نظر إلى الحالة السياسية التي تحتاجها في المحكمة الدستورية و أحكامها فنطعم المحكمة الدستورية بأطراف يختارها تختارها الحكومة يختارها مجلس الأمة و غيرهم يسوون حالة من التوازن في المحكمة الدستورية لكي يطلع الحكم أو القرار يطلع فيه نظر للجانب السياسي و فيه نظر للجانب الدستوري و القانوني بس البعض يقول فيها الجزئية الأخيرة اللي تفضلت فيها استاذ علي بأن يخشى على تكوين المحكمة الدستورية فيما لو عدل فيها الجزئية أن تدخل بالأعضاء لأن الأعضاء يكونون من فئات المجتمع و وفق الضوابط طبعا محملين بالأفكار السياسية اللي قد تؤثر على حكم المحكمة الدستورية العدد يفرق العدد الناس اللي تبيتطعم فيهم المحكمة الدستورية يفرق يعني ليصاروا مثلا ثلاثة من تسعة القرار عند القانونيين لكن ما غاب الرئيس السياسي نبهوهم للرئيس السياسي نبهوهم لتبعات الحكم أو القرار بأي اتجاه هذا لازم يسمعون المحكمة الدستورية لازم يسمعون الرئيس السياسي من الناس ينتمون إلى نفس مجلس تجاوز المجلس الإدارة لازم تسمع الرئيس السياسي وبعض السياسيين عندنا خبراء لهم باع في الدستور وكتابة القوانين وعندهم مؤشرات وعندهم أمثلة في تاريخ الكويت وخارج الكويت هذه بس مجرد التنبيه يعني خل نقول ينضج القرار ويعطيها موائمة موائمة سياسية نحتاجها نحتاجها ترى ثلاث ابطالات في تاريخ الكويت مو شيهين أبدا مو شيهين وهذا اللي يأثر حتى على ردود أفعال الناس واللي اليوم يعني يمكن يحجمون عن التصويت هذه الأبطالات وكثرة الحلول المتعاقبة في مدد قصيرة هذا اللي يأثر على مزاج الناخب المشكلة يعني يلومونا إحنا لما نزورهم بالدواوين إنا سويتوا لنا وليمتها وش بتقدرون تسوون والقرار مو قرارنا في إطار حدود صلاحياتنا احنا مالنا ذنب من المعطيات اللي تكلمت عنها في الإصلاح السياسي أو أدوات الإصلاح السياسي تكلمت عن هيئة علية للانتخابات أو هيئة تنظم الانتخابات هني تعتقد في الإصلاح السياسي البرلماني أيضا في النظام الانتخابي شنو دور هذه الهيئة وبوجودها شنو راح يفرق الوضع قيد الناخبين قاعد يتم عن طريق وزارة الداخلية ليش شطب المرشحين قاعد يتم عن طريق لجنة تابعة لوزارة الداخلية ليش الإشراف على الانتخابات والفرز قاعد يتم عن طريق لجنة مخصصة تشكل في الانتخابات ليش ما تكون هناك هيئة مستقلة تدير شؤون كل الانتخابات تبتداء من قيد الناخب انتهاءا بالفرز ونتائج الانتخابات مرورا حتى بشطب المرشحين وغيرهم أنت تشطب مرشح في يوم في أيام قصيرة ويجب أن يذهب مع المحكمة الإدارية بإعادة قيده زائد الكلام اللي طلع في الفترة اللي طافت بتزوير الانتخابات أو عدم شفافيتها ليش ما تسكر كل هذه البيبان بهذا الاتجاه زائد المرسوم الضروري اللي طلع من الحكومة في المجلس الإطاف اللي هو قيد الناخبين استنادا على البطاقة المدنية على العنوان في البطاقة المدنية هذا صار لمرة واحدة وهذه خطوة ذكية من الحكومة بأنها ما فرضت على المجلس هذا القانون إنما صححت وضع كان قائم وضع كان خاطئ وفق مرسوم ضرورة وفق مرسوم ضرورة وعطت الحق للاستمرار فيه للمجلس اللي بعده وخطأ المجلس مجلس عشرين وعشرين إنما بلش وبدأ أعماله بجعل هذا القانون سنوي في كل شهر اثنين فبراير إلى نص ثلاثة اللي هو وقت قيود الناخبين يجب أن تكون وفقا للعناوين عشان نقضي على ظاهرة نقل الأصوات هذه هي تكون من صميم صراحيات الهيئة المستقلة للانتخابات بعد قاله يعني من ضمن المقترح وقراءاتنا وإجابات بعض الضيوف اللي كانوا موجودين في هذه الليالي من أمه ثلاثة وعشرين بعضهم قال أيضا لمزيد من الشفافية في قضية عرض الأصوات وورقة الترشح بحيث أن إذا تشابهت أسماء أو غيرها تكون واضحة أمام الجميع في عرضها في بروجيكتر أو غيرها هل هذه تجد أنها تفاصيل صغيرة ولا مهمة لا يعني الطعون الماضية في السنوات الماضية في الانتخابات السابقة أثبتت وجود أخطاء الحمالة لا أقول تزوير لكن هناك أخطاء والأخطاء واردة وأحيانا أصوات عدد قليل من الأصوات يفرق صحيح ونائب يمارس دوره بعد كم شهر يقولوا لا أنت بره يبدأ لنائب ثاني بعد الطعن يعني بعد الطعن عالية الفرز رئيس اللجلة يملك كل الصلاحيات إن ذهب باتجاه الشفافية فخير وبركة وإن ما ذهب بهذا الاتجاه لا يمكن أن يقول شيء نحن نظام شفاف في أمريكا الفرز ميكانيكي صحيح الورقة مخرمة تعدها آلة صح فلا يوجد مجال للخطأ سنقول البشري فأنت كثر ما تقدر روح باتجاه الشفافية أشرك مؤسسات المجتمع المدني في الفرز أشركهم دعوا يكونوا موجودين إذا أنت من خايف من شيء ومن ناوي على شيء أشركهم أعطي الطمأنينة لكل المرشحين والناقبين لأن هذا الجهد وفلوس وتعب وتعب وخطط وناس يقعدون سنين يبنون في مشوار هذا اليوم وهو نتيجة مشوارها ما يصير يصير عنده إحساس بالظلم أو الخطأ اللي أجحف في حقه بسبب خطأ بشري ما يكفي يعني مناديب المرشحين موجودين في اللجان إذا أعطيتهم حق للطلاع كلهم في كل ورقة تطلع يكفي بس ممكن للجان يتم هذا الشيء ويخافون الناس من المدة الطول وصارت فيه وايد يعني أحداث أن المناديب يعني يعترضون على أرقام معينة روح يعني الاتهام بالخطأ أو 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 يزال يزال بتاتا ويزالت الشك من النفوس من الكل من اللجنة المشرفة على الانتخابات من المرشحين من الناخبين يمكن مجلس الوزراء في اجتماع الأخير أو أحد اجتماعاته يعني يوجه إلى وجود أربع خمس مؤسسات مجتمع مدني تشارك في الرقابة لمزيد من الشفافية في الانتخابات لا وسأنا أقول لك شيء يمكن أن تطلعت عليها هذه عادة تشرف أو تراقب أو يشركونها في الانتخاب في اليوم الانتخابي النهار يشوفون الناس داشرين طالعين وصير عملية انتخابة لا الحجة بالفرز الحجة كلها بالفرز لما يغلق باب اللجنة ويبدأ العد هنا يتشركهم أشرك مؤسسات المجتمع المدني أو اللجان للطلع في الفرز هذه التفاصيل ما أنا عادة أدري إذا أشركوهم يشركونهم باليوم الانتخابي يشوفون الناس من ثمان إلى ثمان ما بعد أغلاق الصناديق أو البداية الفرز هنا يجب أن تشرك غيرك هنا الشفافية ليس قبلها نحن بعد شفافية الوقت تحدنا أن نقف إلى فاصل ثم نعود لمواصلة حديثنا مع مرشح الدائرة الأولى علي حسن نصير حياكم الله من جديد وضيفنا الكريم الأخ علي حسن نصير مرشح الدائرة الأولى أبو حسن اليوم كل مرشح يعني حتى يظل اسمه متداول في يعني عقلية وذهن الناخب اللي هو يستهدفه يختار عنوان لحملته أو ندوته حتى الظل يعني هذه أيضا من الأمور اللي تجذبه ومن نقاط الجاذب له اليوم أنت استخدمت عنوان جاذب حقيقة اللي هو سلم الرأية سلم الرأية يعني لو لو نبي نوضح شوي هذا المثال اليوم اللاعبين في سباقات الجري والعدو السباقات التتابع حتى يفوز فريق بالنهاية في أربع عدائين وكل واحد عداء يسلم العصى أو الرأية للعداء اللي وراء وصولا إلى خط النهاية اليوم من تقصد بتسليم الرأية ومن اللي يقوم بتسلم هذه الرأية من لمن هو فيه طرفين دائما يعني نحن في قصر الصيف العامر فيه شعار جميل خطة العباء على البوابة اسمه لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وهذا هو ترجمة لتسليم الرأية طبيعة الحياة كل إنسان لدور يبدي ويعني يستمر وبعدين يبدي يتغير خنقول تسليم الرأية هو أعطاء الأدوار للناس خصوصا لما الوضع يتغير يجب أن تلتمس حاجات الناس تلتمس مطالب الناخبين لما يطالبون أهمة بوجوه جديدة يطالبون بطرح جديد يطالبون بشكل جديد لمجلس الأمة يجب أن يعني تستجيب لهم وتسلم الرأية والتسليم لكان سلس وتحت يعني تحت إشرافك أو بمشاركتك أو باستشارتك يكون أفضل أفضل تسليم نتيجة تكون أفضل تسليم وإحنا في الانتخابات أنا حين متنبئ أنه في الأيام القادمة النواب السابقين من بابل يعني الدفاع عن مواقعهم سيطرحون طرح أن التحذير من تقليل عدد ممثلي المكون الذي أنا أنتمي له سيطرحون بهالاتجاه أنا متأكد لأن يمكن لا يوجد لديهم غيره في هذه الفترة لكن أنا أحب أن أذكر تاريخيا من 1963 إلى 1981 كان المكون الذي أنتمي له عددا وشكلا مقتصر على فئة معينة فئة التجار طبقة التجار وبعض أسماء العوائل في 1981 أصبح تغير المشهد بشكل جذري ثلاث شباب عمارهم بالثلاثين وواحد وثلاثين في تلك الفترة في تلك الفترة أولهم اسمه سيد عدنان عبد الصمد الثاني اسمه عبد المحسن جمال الثالث اسمه دكتور ناصر صرق الله يرحمه هؤلاء كانوا شباب عمارهم بداية الثلاثين متعلمين فغيروا مفهوم تمثيل المكون اللي أنتميله بالعدد وبالنوع ثلاثة بالفكر وبالفكر لأن المكون ذاك الوقت النواب اللي مثلونا كان باتجاه السلطة في الغالب باتجاه السلطة هم أخذوه من اتجاه السلطة إلى المعارضة من سنة 1981 صار في ممثلين للمكون اللي أنتميله باتجاه المعارضة معارضة بقصد الإصلاح والمعارضة كلها كانت فيها معارضة من كل المكونات لكن المكون الشيع كان يخلو من هذا الاتجاه وهم قادوا وفتحوا هذا الباب ومن بعدها نفتح الباب للشباب نفتح الباب للتوجهات المختلفة نحن اليوم أو في 6-6-23 نستمر أو نكمل على هذا الدر نقدم وجوه جديدة في خطاب جديد مماثل للمرحلة المفصلية في ذاك الوقت من 81 ونأخذها من إله فالتحذير أو التخويف الناس من عدد الممثلي المكون الشيعي ما لا اعتبار كبير لأن في الرقابة شخص واحد يستطيع أن يحدث الفارق والعدد تحتاجه في التشريع 33 دستوريا هم الذين يستطيعون يشرعون لكن في الحقوق أو في الرقابة شخص واحد ممكن يحدث الفارق زائد هذا التمثيل هو تمثيل الكويت كلها النهاية واقعيا كل مكون اجتماعي بواقعيا في الكويت نحن قد تكلام واقع كل مكون عنده من يمثله يمثله في البرلمان لكن من يدخل البرلمان يمثل منه الأمة يمثل الأمة دستوريا وواقعيا يمثل الكويت لأن القوانين لا تشرع للمكون دون مكون الحقوق الحريات تحسين معيشة المواطن هذا ليس لم يكون دون آخر فنحن انتداد لمن سبقنا في الدفاع عن حقوق مكون الصغير ومكون الكبير ونحن باتجاه خدمة الكويت كلها خدمة أهل الكويت وخدمة الدائرة بشكل كامل لكن مفهوم التغيير التغيير من جانب نفسي بطبيعة البشر تخشغ التغيير لأنه جرب وضع معين مرتاح عليه فيقول يعني ما يجعلني أقدم على خطوة التغيير وأنا لا أعرف التغيير القادم مجهول ما ترد على هذه الفئة؟ أقول لك خلال تجربتي في زيارة الدواوين الأحباط واصل لمرحلة أن الناخبين يطالبون بالتغيير من أجل التغيير فقط وهذا ليس شيئاً لكن واصلين هذه المرحلة يجبون يغيرون شكل المشهد السياسي ملوا من نفس الأسماء ونفس الطرح ونفس المشاكل ونحاول نجد حلول في نفس المعطيات وهذا لا يتم إذا استمرنا بنفس المعطيات ما راح يتم أي تغيير وأنا لا أريد الأحباط يزيد ولا أبي أي أزورك هنا بعد شم شهر أقول لك دكتور غالب أنا رؤيتي شدي وشدي ورد أعيد كلامي مرة ثانية نحن نريد نغير المشهد السياسي باتجاه إيجابي وليس باتجاه سلبي والتغيير الأصلح طبعا أي أن كان هذا الأصلح فاليوم إذا قدمت نفسك في أنك تستلم الراية من اللي سبقوك فالناس أيضا مو فقط راية واخذ تفضل وكمل لازم تكون أيضا قد التحديات اللي الناس تبيها صحيح نحن أول شي يعني مرشحين يمكن يدد أنا ما أتكلم عنك هنا أنا أتكلم عن المفهوم بالكويت كلها سهل أنك تعرف مدى صدقية المرشح اليوم الوضع مو ندوة انتخابية حضرها بساعة وبس ما أدري عنك ولا أدري عن مواقفك السابقة ولا أدري عن يعني الهيستري مالك سهل أنه وصلت زائد المجالس اللي طافت يعني عاقبة الكثير ممن غير توجهه السياسي وبعضهم للأسف يعني خدع الناخبين في باتجاه معين لا اليوم الوايد الوضع أسهل أنك تشخص مدى صدقية المرشح أكيد يعني في وعيك وفي ضميرك أستاذ علي عندك ملفات أخرى أنت اليوم إذا وصلت إلى كورسي البرلمان إن شاء الله أو المقعد النيابي عندك هموم أيضا أنت كمواطن والناس حملتك الأمانة إذا وصلت شنو أولوياتك يعني اللي راح تطرحها وخصوصا أن الناس تتكلم عن إسكان تتكلم عن صحة تتكلم عن تعليم للأسف تتكلم عن بنية تحتية يعني نوعا ما قديمة ومتهالكة شنو أولوياتك للأسف أن هذه الملفات اللي اللي إحنا قاعد نناقشها في سنة 23 23 للأسف لكن مع هذا هذا يتطلب مننا أن نتوجه بشكل كبير حق هالملفات أولهم هذا وفق استطلع الرأي أولهم جودة التعليم في الكويت والتعليم أنت تدري بعد عشر سنوات من التعليم إذا كانت كفاءتها منخفضة شنو تأثيرها على البلد بشكل كامل إحنا خلعتك مثال واحد بس اللي هو حالات الغش اللي شاهدناها في الفترة الأخيرة في سنة 41 ألف حالة غش إحنا وصلنا للمرحلة عدد كبير من الطلبة يبون شهادة ما يبون تعليم معين والقدرة خنقول على مجارات بعض المناهج ما هي متاحة للكل إحنا اغفلنا التعليم التقني التعليم المهني التعليم الحرفي هذين هي أنواع ثلاثة شرائح كبيرة من الطلبة يحتاجونها يحتاجونها بس إحنا ما وفرنا لهم هذه الخيارات بشكل جيد لازم نروح بهذا الاتجاه ونجب نرفع جودة التعليم وجودة التعليم ترى مو علن على نائب هذا توجه دولة المفروض يكون ثاني الأولويات القضية الإسكانية والقضية الإسكانية أعتقد أنها فرخت قضايا ومشاكل أخرى والمطالبة بإسقاط القروض وزيادة الرواتب والكوادر والواسطات العمل في جهات معينة هذا سببها لأن الإسكان يستهلك 40% من راتبك وانت موظف في الإيجار وعندما تحصل على البيت يعني استهلك 50% من راتبك بالقرض لأنك ما بنت بيت أسرة بنت بيت عائلة حتى اجتماعية عائلة اللي هي أجيال مختلفة عيالك كبيرة وصاروا بعضهم بعضهم اتزوجة وبعض بعض الآباء بناتهم يعني ما سكنوا بيت من إيجار إلى إيجار خلق مشاكل اجتماعية كبيرة وعندي يعني بس اليوم في القضية الإسكانية استاذ علي يعني البعض يقول يعني الأراضي موجودة لكن ما في اعتمادات مالية تخرج لإذن البناء للقرض اللي هو السبعين فنشوف أطراف أخرى تخرج في القضية الإسكانية مثل بنك الاعتمان الكهرباء والماء تقول أنا ما عندي كهرباء كافية حق هذه المناطق الجديدة مع وجود الأراضية أقولك القضية الإسكانية قضية استراتيجية ومجلس الأمة من 2013 لليوم شرع أربع قوانين لتسهيل هذا الموضوع ولم يتم حلها لأن الزيادة السنوية للإسكان 8500 طلب كل سنة فأنت يعني متجاوز المشكلة بشكل كبير الفكرة المطور العقاري المطروحة حاليا أنا أعتقد هي راح تحل نسبة كبيرة من القضية الإسكانية لكن لا يوجد ضوابط وضوابطها اثنين ضروريين إذا لا نحطوا سيخلقون مشاكل أخرى الضابط الأول أن تخصص البيوت منجزة عن طريق المطور العقاري لأصحاب الطلبات الإسكانية فقط لغير ثاني الضوابط اللي هو تحديد نسبة هامش الربح للشركة اللي بتبيع البيوت في القانون ما تتركها لأننا وفق السوابق فتت مننا يعني وايد أراضي بالكويت كان شكلها جميل وأعطيت لشركة أو تاجر أو عشان يحل مشكلة خلقنا مشكلة أكبر منها فهذه الضوابط هذه الضوابط لازم تكون موجودة ثالث الأولويات النظام الصحي النظام الصحي بالكويت يحتاج إلى إعادة ثقة ليش نفس الدكتور في المستشفى الحكومي ما في ثقة في علاجه في القطاع الخاص يثقون فيه وهو نفس الطبيب وهو نفس الطبيب عندنا منشآت صحية جميلة صارت في خلقنا ثورة إنشاء مرافق صحية لكن تنقصنا الكوادر الطبية من تمريض وتخصصات معينة وذهبت إلى القطاع الخاص هي مبنت مباني كفيرة بعض المسؤولين الماليين قالوا ما عندنا درجات مالية نوفرها لتعيين طباء وممرضين أصلا التمريض عملة نادرة في العالم زائد أنا أتنبع بشي في الفترة القادمة أنا أخشى على هذه المنشآت التي كلفت الدولة مليارات دولارات أو مئات الملايين الدنانير أخشى عليها أن تتهالك في فترة قصيرة لأن إدارتها ليست بإدارة حصيفة ولا إدارة حكومية لأي مرفق أنت وشايف مرافق الحكومية دائما تتهالك بسرعة يعني على عدة أسباب ما بشي سمك فالمرفق الطبي فيه مواصفات خاصة تحتاج صيانة يعني يعني دقيقة نعم نعم ملف الحريات وقوانين الإعلام اللي حملوها مرشحين 2022 ونسوها في 2023 هذا رح أكمله بعد الفاصل ملف الحريات والقوانين اللي طرحت في هذا الشأن بعد هذا الفاصل ومرشح الدائرة الأولى علي حسن نصير حياكم الله من جديد في أمة 23 ومرشحنا الأخ الكريم مرشح الدائرة الأولى علي حسن نصير حياك الله من جديد رحيك اليوم وقفنا قبل قليل مع موضوع ملف الحريات اللي أنت حطيتها كأحد أولوياتك فيما لو وصلت إن شاء الله للبرلمان موضوع الحريات وقوانين الإعلام وإحنا استوقفنا هذا الجانب حقيقة لأن هذا الموضوع مهم بالنسبة للكثير وخصوصا اليوم يعني البعض قد يمارس عمل لكن يتوقف عند حد معين يمارس رأي يتوقف عند حد معين وين موقفك من هذا الملف المهم أنا قدت لك قبل الفاصل أن ملف الإعلام حملوا المرشحين في عشرين اثنين وعشرين نسوا في عشرين ثلاثة وعشرين قوانين الإعلام يجب قبل كل شيء أنت واحد في قانون واحد لا يصبح أربع قوانين وفي كل مادة ما لم ينص عليه عقوبة أشد تتخلي القاضي يروح أربع قوانين عشان يعرف عقوبة وحد لياها في قانون واحد حدثها بما تحتاج في خل نقول الجانب الرأي والتغريدات ما يصير يعني أقل تهمة الإساءة إلى دولة شقيقة وإثارة خطر قطع العلاقات هل التهم الكبيرة على شاب يمكن كتب له تغريدة بسرعة وتهور السابقة الأولى يجب أن لا ينظر فيها خصوصاً إذا الشخص مسح كلامه وأبدأ اعتذاره انتفأ القصد الجنائي الحريات في الكويت يجب أن تنظم نحن اليوم نعاني من من أكاونتات قاعدة تقود الشارع باتجاه اللي تبيه يعني أربع خمس أكاونتات تقود شارع الكويتي كله باتجاه معين إشاعات ضرب في الناس هذا كله يجب أن ينظم ما نقول يجب أن يعاقب صاحبها لا يجب أن ينظم التنظيم زين في ملف الحريات تبي أروح الملف آخر لا بس شلون التنظيم يصير في ظل وجود مجموعة من القوانين يعني شنو الشكل العمل اللي أحول فيه هذه القوانين بصالح المجتمع والإبقاء على حريته وبنفس الوقت حفظ حقوق الآخرين من التعدي عليهم من حسابات أو أشخاص يعني احنا مشكلتنا في بعض القوانين تحاسب حتى على الإيموجي في الجسم يعتبرون استحسان مثلا أو استهجان أو 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 مثل ما قلت لك التغريدات أو أبداء الراي حرية الراي بالكويت تاريخيا بني عليها شكل المجتمع الكويت الكويتين من عمر الدنيا عندهم حرية الراي والحاكم يسمع لهم والمحكوم يقول راية وهذا اللي شكل شكلنا الجميل الكويتي اللي احنا اليوم نمارسه فبالتالي هذا أعطيك مثال بعد على هالموضوع يعني في الكثير من الأحيان تنهك في التحقيق يعني يعني يرفعون عليك القضية وواضح أنك ما رح تدان ما عليك شيء بس أنا أريد أنهكك أريد أتعبك بسبب رأيك أريد أن أتعبك فأزيد عليك الشكاوي أخليك رايح راد النيابة رايح راد النيابة المباحث الجراءة الالكترونية وأدري أنه في النهاية ما رح يصير عليك شيء مجرد غلط فمجرد الشكاوة هي العقاب لك فهذا يجب أن ننظر له يعني يتعدل بطريقة قانونية جميلة تحفظ حق الأطراف كلها وهذا القواني شرح مجلس الأمة فبالتالي دور مجلس الأمة شرحه في سنوات سابقة في ظروف سابقة يعني كان فيه احتقان سياسي يأثر على تشريع وهاي مشكلتنا الاحتقان السياسي في الساحة يؤدي إلى التشريع يعني احتقان سياسي أدى إلى تشريع قانون المسيء اللي هو تغيير قانون الانتخاب وغيرها من قوانين ما يصير القوانين تشرع أو تطوع من أجل حادثة أو حالة معينة أو ردة فعل على موضوع معين بالضبط ونعاني فيها سنوات طويلة يجب أن يكون القاعدة مجردة القاعدة القانونية مجردة وتخدم لأطول فترة ممكنة فهذا يجب إعادة النظر أولوياتك الأخرى الشباب عندك الشباب نحن مقبلين على عشر سنوات تحتاج إلى أربعمائة ألف فرصة وظيفية ونحن اليوم بلشنا نحول الوظيفة إلى إعانة اجتماعية وبصمور وذهب البيت هدمنا الشاب ويألغينا كفاءته وألغينا شهادته عندك تحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة اليوم يمكن القرارات شوية بدت في هذا الاتجاه نحن لازم نساعد المشروعات الصغيرة ليس أن تذهب صندوق المشاريع الصغيرة وتأخذ قرار لا حتى الذي لديه تالنت وعنده هوم بزنس هذا يجب انساعده أن ينمي هذا المشروع الصغير لكي يستغني عن الوظيفة ترفيه نحن ترى في الكويت أكثر من ستة مئة ألف سبعمائة ألف طالب تفئة الشباب كبيرة تحتاج إلى هوايات تحتاج إلى ترفيه تحتاج إلى تحويل الرياضة في الكويت إلى صناعة تحتاج إلى الكثير من الالتفات لأكثر من نصف الشعب الكويتي ونحن نرى أسباب هذه أسباب تقصيرنا في هالجوانب ودى الكثير من الشباب لمشاكل يعني مشاكل المخدرات وغيرها هذه الأمور والملفات أنت تتفق معي أولا أنها صعبة صحي؟ لا والله مصعبة صعبة في تفاصيلها صعبة في تفاصيلها وأن الانتقال إلى مرحلة أخرى تكون يعني فيها فيها إيجابيات في هال المشاريع تاخذ مدى زمني طويل دكتور هل أعطيك مثال على الصعوبة التي أنت تفضلت فيها وأبين لك أن نحن مصعبين المتقاعدين لماذا أخليهم كل كمسنا ينزلون يعتصمون يرفعون رايات أو يراكضون وراء النواب والوزراء كمطالبات كمطالبات مستحقة راتب المتقاعد يجب أن مو بس المتقاعد كل الكل وأقص فيهم المتقاعدين راتبهم يجب أن يراجع مع تضخم الحاصل ما يصير يعني واحد راتبه أقل من ألف دينار وريال متقاعد وعنده التزامات وما يصير أقول لك كل ثلاث سنوات مرح يعني كل كمسنا ما أزيدك للمطالبني ماكو زيادة أو مراجعة دورية أحفظ فيها كرامة هذا الإنسان اللي أفنح حياتك كل في الوظيفة من أجل خدمة بلده أقول لها تكريمي لك أني يخليك تراكض وراي والطالب فئات كثيرة يعني أبناء الكويتيات ليش ليش أخليهم يلاحقون النواب لحقوق أبنائهم إقامة والبيت تدري أنت البيت الكويتية بيت الأبناء الكويتية يجبرون خلال سنة أنهم يتصرفون يبيعونها خلاص لأن الأم إذا توفيت لا تنتقل ملكية البيت لأبنائها غير الكويتين غير الكويتين إلا بقرار من مجلس الوزراء فتعال دور واسطة واستثناءات هذه الاستثناءات التي تعودنا عليها التي أصبح الواحد لا يذهب إلى مركز خدمة لا يدوروا الواسطة هذا هدك على الأجهزة الحكومية هدك على الناس على خدماتهم تجاوزها العالم كلنا زلنا متمسكين فيها آلية القرار أنا لما أقول لك الأمور صعبة ونتحول إلى المرحلة الإيجابية صعب بس أنا أقصد الإطار الزمني العالم مع كل هذه المشاكل التي ذكرتها قبل قليل تحتاج أنها تشوف تجني فيمار الخير الذي موجود النفط والغاز وارتفاع أسعار البترول على مستوى عالمي مع تذبذبها بين فترة والثانية هذا يحتاج إلى مدى زمني طويل للتغيير بينما الناس محتاجة إلى سرعة في الأداء شنو الآليات التي ممكن يتبعها البرلمان الكويتي في حال وصلت أنت وزملاك الآخرين أن تكون الآلية سريعة للتغيير للوصول إلى حلول كل هذه المشاكل التي تفضلت فيها أتفق إياك أمية بالإمية في ملفات يجب أن تحسن اليوم وفي ملفات استراتيجية يجب أن تخطط لها لكن أغلب هذه المشاكل التي نقولها تحل بقرار وزاري تحل بقرار وزاري وانتهي المضع شفت و أنا خوش نقطة أثرتها نحن نحن مو أقل من جيراننا في الإمكانيات المادية وغيرها والبشرية فشعار برفاهية المواطن هذا لا يجب أن يصير نفس شعار الكويت مركز تجاري ومهلي فقط موضوع على زاوية تلفزيون الكويت لا يوجد أكثر ما نقول وغيرها تحسن الوظائف القيادية عندما تعطى إلى الشخص الكف مع صراحيات نحن في الكويت كنا نقول الوظيفة تكليف ومتشريف مع أن الواقع يقول بالعكس يقول الوظيفة في الكويت المنصب القيادي في الكويت تشريف ليس تكليف لأن ما نعطيها إلا بالواسطة ونحن قم ندقيق على جنسيتها وجنسية أمة يعني أشياء تجاوزها الزمن وتجاوزتها الدول الوظيفة القيادية ما هي مسمة هي صراحيات أنت مدير إدارة أنت أعلم حتى من الوزير ومن رئيس الوزراء بمتطلباتها أنت المفروض توجد رئيس القطاع بشكل مباشر أنت اللي تعرف حاجات الناس وأنت تعرف الحلول اللي يحتاجونها ما يصير المواطني يخاطب رئيس الوزراء في مشكلة ورئيس الوزراء يأمرك بقرار معين ما يعرف أبعاده وخلفياته الطبقة هذه يجب أن تكون للأكفاء ونحن نشوف عملياً في الشوارع وغيرها أسبابها نشوف أخطاء هذه الوظائف القيادية لما تعطى لغير المستحق نشوفها عملياً بعد سنوات وقلنا نشوفها اليوم هذه أسبابها رسالتك الأخيرة اليوم المتابعين عبر الراي وناخبينك عبر ندواتك الانتخابية أكيد عندك رسالة توجهها انتظاراً إلى يوم 6-6 ماذا تقول لهم؟ أولاً هناك رسالة للشباب تمثلكم بيدكم أنتم تستطيعون أن توصلون من يمثلكم رسالتي للناخبين بشكل كامل اللي هم يعني محبطين ويمينون إلى العزوف على انتخابات ترى 6-6 لا محالة وفي انتخابات 6-6 ورح يتشكل البرلمان بمشاركتنا أو عدمها فقعدتنا في البيت تحل أي شيء ولول قاعدة في البيت تحلت كنا قاعدنا وياكم وارتحنا المساهمة في تغيير المشهد السياسي بيدكم من الحين إلى 6-6 من بعد 6-6 توقف مسؤولياتكم تبديه مسؤوليات اللي حملتهم الأمانة واللي انتو اخترتهم فتشكيل المشهد السياسي بيدكم هذا الأحباط هذا المطالبة بالتغيير اليوم بيدكم 6-6 خلاص تنتهي مسؤولياتكم أنا شكر لك وأنا أتمنى لك يا رب بالتوفيق وفي كل اللي طرحته هني هذه ملفات كبيرة أمانة كبيرة أيضا يحملك يا هالناس في حال وصولك إن شاء الله انت وغيرك من الأخوة الأكفاء اللي قادرين على حمل واستكمال مسيرة الإصلاح في دولة الكويت وتطويرها شكرا لك وشكرا للراي على هذا اللقاء الله يحب لك كل شكر لمتابعين ليلة أخرى في أمة 23 من الراي إلى اللقاء ختمة اشتركوا في القناة